مرحباً شكراً أعد حداك يا متقاعد البطل عيالي ومعيالي أشكركم شكراً جزيلاً أنا الآن حسب ما راح للتقاعد بشار العسل يا عساك ما تذوقه هذه أخرتي يا أبو عامر تبين تعرس علي؟ عرس التقاعد عرس التقاعد يا متل حلال خلاصة ما تفرق لك الله يا هديس يما دائماً تفهمينا غلط أما الآن مع كلمة حرم المصون مشاعل ممكن يا خالي تشرح لنا إيش خطتك بعد التقاعد؟ سؤال جميل لكن كل شيء يرفي وقته حلو لخابت أجل نقطع الكيكة حيو بابا حيو بابا حيو بابا حيو بابا يا ليلى ندان يا ليلى ندان يا ليلى ندان يا ليلى ندان ما هو خب الله يكلّمنا إلن ثلاثة وهم مدني و المركبة ما تكفينا نبغى شفر ست وسبعين من المن ما فخب الله؟ يا ليلى ندان ياا السلام أتحداك يا الأغنية البطلة يا عيال أقدحوا هذه أحلى كيكل عيونكم وش المناسبة يا عامر؟ بمناسبة تقاعد أبوي هذا التمديد الرابع له صدق أول مرة أشوفوا أبوي مبسوط كذا مادام سرعاتاً إيش رايك نسجلوا معنا في الاستراحة؟ ايه لا تقول لأبوي عاطل تفهم ألا ما تفهم؟ ساير تمون تاقف يا مطربنا بمناسبة تقاعد أبوي أبي أغنية بشير حبيبي يا من طلع للمعاش خل الكسان والفراج وإن كان ما تستجيد يكل نسل والرعاج يا عاش عامر يا للمعاش خل الكسان والفراج وإن كان ما تستجيد يكل نظاف والرعاج وعاش بعج معاش عاش موش يكل نسل وإن كان ما تفهم يكل نسل يكل نسل يكل نسل يكل نسل سجل عندك. أول شي خلاط المجلة يبيه لتغيير. وش فيه؟ متأخر ما؟ من خمس سنين. ومن روحة تشفت كمان يا خالي ما تشتغل. وش هيها ما تشتغل؟ أنا أذكر أول ما جينا نزلنا بالبيت الكهربائي راح بيجيب العدة وما رجع. يعني كده نحتاج لكهربائي وسبك؟ وانا راح تناول خالط. عجيب والله. أنا بصلح كل شي. روحوا بس ناموا ناموا بس ورتاحوا.